تكار جديد لتنقية الغاز الطبيعي من الشوائب والغازات الحمضية أعلنت عنه جامعة الإمارات في مدينة العين. يمكن أن يؤدي إلى خفض التكلفة التشغيلية المترتبة على استهلاك الطاقة وفاقز الكيمويات وكلفة الضخ. التفاصيل في هذا التقرير. استكملت جامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين الإماراتية في مختبراتها مشروعا بحثيا أدى إلى تطوير تقنية جديدة لتحلية الغاز الطبيعي. يهدف إلى تطوير عمليات صناعية جديدة ويعتمد على الأغشية البلاستيكية المسامية كبديل محتمل للقيام بعملية تحلية الغاز الطبيعي في قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات. تقنية هذه توفر بديل اقتصادي عن التقنية المتعارفة عليها في الصناعة الآن حاليا. تعطي فرصة لكونها تم تنفيذها ممكن أن تطويرها في تطبيقات مختلفة. تعرف الحقول أغلبها قد تكون بعضها بحرية وبعضها برية والمنصات المعالجة قد تكون حجمها صغير وفيها قيود على استخدام الأبراج المعالجة الكبيرة. خاصة في المنصات البحرية فوجود التقنية لاستخدام مساحة أقل وتكلفة أقل. وقد نجح فريق العمل القائم على تطوير هذا الجهاز في إزالة غاز ثاني أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين من الغاز الطبيعي تحت ضغط عال يبلغ خمسون ضغطا جويا. وهو أعلى ضغط جوي يسجل عالميا في مثل هذه التجارب. حيث بلغ أعلى ضغط تم الوصول إليه سابقا تسعة عشر ضغطا جويا. نستخدم الهولوفايبر ممبرينز أو الأغشية البلاستيكية في تنقية الغاز الطبيعي من بعض الغازات الحمضية زي ثاني أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين. لأن الطريقة اللي بيستخدموها في الصناعة حاليا فيها بعض المشاكل فبنحاول إحنا نحلها هنا في المعمل. وهو أكبر مشكلة في الصناعة أنهما بيستخدموا كمية طاقة هائلة لتسخين المذيب لهذه الغازات الحمضية. نتائج أخرى استطاع المشروع تحقيقها كان من أهمها تسجيل ثلاث براءات اختراع وتقديم إحدى وعشرين دراسة بحثية إلى المجلات العلمية المتخصصة في العالم. وثمانية عشر عرضا توضيحيا في مختلف المؤتمرات العلمية والصناعية. كما تولى فريق المشروع تطوير مختبر متخصص في الأغشية البلاستيكية بأرقى المواصفات العالمية. نخبة من الباحثين بكليتي الهندسة والعلوم في جامعة الإمارات واصلوا العمل ما يقارب السبع سنوات للوصول إلى هذه التقنية الجديدة. التي دخلت الآن مرحلة اللمسات الأخيرة لتطبيقها على أرض الواقع. عبدالله الزعبي روسيا اليوم جامعة الإمارات العربية المتحدة مدينة العين.